اشتركوا في القناة ايضا على اه قبلها اه على الحادثة اللي اصبحت يعني محل سخرية وفوكاها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومن قبل الجزائريين حول الجدار الباريسي وبالضبط اللاعب فيراتي الذي اختار الجدار وهو عبارة عن نائم للصحافة العالمية من بينها يعني موقع give me sport اللي اتطرق الحادثة هذه وتكلم باسهاب على اللاعب الايطالي فيراتي على الحادثة تعجي دار اذا موقع give me sport كيف كان رد يصخر من فيراتي كيف كان رد فعل فيراتي على الركلة الحرة لرياض محرز كانت الركلة الحرة الجزائرية يعني ركلة رياض محرز رائعة للغاية لكن تم فحصها بتفاصيل اكثر قليلا بعد صفرة نهاية في السوديو في السوديو قناة بيتي سبور البريطانية كما دفع جو هارت هذا حارس سابق لي من سيتي عن كايلور نافاس واصر انه من المستحيل تقريبا الانقاذ الكورا يعني بعد خيبة جدار حارس مرمى يعني الجدار الميرلي كان خارج الاطار حسب رأي جو هارت الحارس السابق لي من شستر سيتي كما كان لاعب خط الوسط فيراتي غاضب بشكل مفهوم مع مثل هذا الدفاع الاساسي اذا من بعدها نتكلمه على المخالفة اللي سجلها رياض محرز وردود الفعل الصحافة الانجليزية اذا موقع ماشيستر ايفنينج نيوز المقرب لماشيستر سيتي رياض محرز يكشف توقعات بنجامين مندي التي تحققت في فوز ماشيستر سيتي على باريس سان جيرمان وبالنظر الى هدف الفوز من ركلة حرة عبر جدار سيء لباريس سان جيرمان اعترف محرز انه كان محظوظ بعض الشيء بينما عز بعض الفضل الى بنيامين مندي الذي توقع هدف محرز في اليوم السابق وكشف محرز اردت الالتفاف على الحائط لأكون صادقا وقد فاتني الامر لكن الامر مر بين اللاعبين يعني بين الجدار لحسن الحظ كذا الامر كذلك وكنا سعداء للغاية لاننا نعلم انه بامكاننا الفوز هنا ايضا جريدة الذميرو رياض محرز يعترف بصدق عن ركلته الحرة لمن سيتي ضد باريس سان جيرمان ومع ذلك يعترف محرز بان ركلته الحرة لم تسر كما كان ينوي حيث اظهرت الاعادة ان الكرة وجدت طريقا عبر جدار باريس سان جيرمان قبل ان تسكن في الجزء الخلفي من الشبك ايضا جريدة دايلي ميل اردته تعنون يعني حسب كلام محرز اردت الالتفاف حول الحائط لأكون صادقا رياض محرز بطل منشستر سيتي يعترف بانه اخطأ في تسديد ركلته الحرة التي فازت المباراة بعد ان فشل في ثني تسديدته حول جدار باريس سان جيرمان اعترف رياض محرز بانه اخطأ في تنفيذ الركلة الحرة التي فاز بها في المباراة ضد باريس سان جيرمان على الرغم من ضربه في الجزء الخلفي من الشبكة ليحقق منشستر سيتي فوزا كبير ولكن بعد مشاهدة تسديدته بطريقة ما تخترق جدار باريس سان جيرمان كان محرز سريعا في ادراك حقيقة انه كان يحاول لف الكرة حولها يعني حول الجدار وقال بعد المباراة اردت الالتفاف حول الحائط لأكون صادقا وقد فاتني ذلك فقد انتقلت يعني يتكلم على الكرة بين اللاعبين ولحسن الحظ كانت موجودة كنت سعيدا جدا كنت اعلم انه بمكاننا الفوز هنا واننا سنسجل لنجعل نتيجة اثنين واحد للفريق كما كان الامر رائعا ايضا موقع ذا صان في تويتر عنوان محرز خيط الابرة يعني وصف لطريقة تسجيل رياض محرز يعني كما نقول احنا فوق بنتاعة الابرة اخي الدقيق جدا يعني الخيط متقدرش يعني تدخله الا بعد ما تركز جيدا ايضا المخالفة دخلت يعني بين الجدار يعني كأنها خيط ابرة اذا كل الصحف عنوانت ولا بعض ما وقالي عنوانت على رياض محرز على كلام رياض محرز انه ما كانش يعني قاصد انه الكرة تدخل داخل وسط الجدار كان يحاول انه يلف الكرة على الجدار تدخل يعني تكون في الخلف من وراء الجدار لكن الكرة اختارقت الجدار ربما هذه صدفة لكن صدفة جات بفوز وفوز مهم مهم جدا جدا اذا نتمنى كل توفيق لرياض محرز في قادم المقابلات وخاصة مقابلة العودة اللي صح حقيقة لاح تكون مقابلة قوية لان باريسان جرما يعرف فوز خارج ارضية ميدانه ابرز مثال باير مينيخ وبرشلونة اذا فريق مش سهل عنده لاعبين كبار في كل الخطوط اذا مقابلة العودة ليست مقابلة سهلة ومن يظن ان مقابلة حسمت فهو مخطئ اذا نتمنى توفيق لرياض محرز ان شاء الله النهائي وان شاء الله الكأس صاحبة الاذنين اذا في الاخير متقانا مع مزد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته